هم خبرين عجبوني مش خبر واحد الحقيقة الخبر الاول هو زيارة مجلس ادارة النادي الاهلي بكرة ان شاء الله بكرة الاثنين لنادي الزمالك تلبية للدعوة اللي تلقاها من مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب والحقيقة يمكن كان مفترض بداية طبعا انه الزيارة دي تحصل قبل كده لكن طبعا الظروف اللي كانت بيمر بيها او بيمر بيها النادي الاهلي وعائلة النادي الاهلي وفات المخفور له باذن الله العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي حالة دون اتمام الزيارة دي لكن المجلس قرر انه بكرة ان شاء الله يكون متواجد في نادي الزمالك تلبية للدعوة اللي تلقاها من مجلس ادارته والحقيقة انا شخصيا يعني انا عارف انه فيه تاريخ طويل جدا وعميق جدا 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 بيربط بين اكبر كانين رياضة على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا مش هبالغ لو اقولت حتى على مستوى افريقيا وعارف انه فيه اوقات كتيرة جدا وانا كنت شاهد على يعني شفت ده كان فيه دايما علاقة من فيه منافسة طويل جدا وفيه شعبية وجامهرية انت بتكلم على اتنين من اكبر الاندي الشعبية والجامهرية على مستوى مصر على مستوى افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي ورغم قوة المنافسة دايما شوفوا خلينا نتفع على حاجة الرياضة هي مجال للمنافسة بتقال عليها كده تعريف المصطلح هي المنافسة الشريفة تخرج بره الاطار ده تشوف بقى حالة الصراع وحالة العك اللي احنا عشناها سنين طويلة جدا وعلى مدار ادارات كتير مختلفة تولت المسئولية في الناديين انا شفت الحقيقة علاقة ود واحترام وتقدير متبادل بين المؤسستين مع تعاقب واختلاف الادارات لتولت المسئولية في القطبين الكبيرين وقلت دايما وانا دايما بقول حتى في ظل الاوقات اللي بيكون فيها يعني مش عايز اقول محاولات لاشعال فتن لانه الفتنة موجودة يعني وفيه ناس بتشتغل وفيه ناس بتظهر وفيه ناس بتكسب من ورا انها تحاول انها توجد فتنة بين الجماهير ده شيء قائم وما حدش يدر يعني اتمنى ان احنا نقدر في يوم الام نقضي عليه لكن صعب 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 مع الفوضى اللي موجودة على السوشيال ميديا ومع وجود الناس اللي بتنتهز الفرص ومع وجود الناس اللي بتحاول انها تصفي حسابات او انها تكسب شعبية او تطلع تريند او قوي الاخر وان كانت الاسباب ده صعب يحصل لكن طول ما اللي على رأس الهرم طول ما الناس اللي مسؤولة على الادارة او مسؤولة عن السياسات بتاعت الكهنين بتربطهم هذه العلاقة من الود والاحترام المتبادل اعتقد انه تأثير الحالة الصعبة اللي احنا وصلنا ليها في الفترة الاخيرة هيكون اقل بشكل كبير جدا اتمنى اتمنى الحقيقة انه ده يترجم يعني ما يبقاش بس في قمة الهرم لا يوصل كمان على مستوى القاعدة وانا شفت مواقف كتير جدا شفت فيها جماهين النادي الزمالك وفيهم كتير جدا اهلي واصحابي ناس في قمة الاحترام وفيهم ناس كتير جدا لما بيبقى الاهلي عنده مطشات مهمة برا مصر واخرهم مطشة اتحاد جدا شفت صفحات سوشال ميديا زمال كوية وشفت جماهير تعشق نادي الزمالك بجنون وشفت جماهير نادي الزمالك موجودة في ملعب المباراة بتشجع وتسند النادي الاهلي قدي ايه بتبقى حاجة حلوة وقدي ايه بتبقى حاجة طيبة وانا دايما حتى في مطر وانا عقات الاهلي وفي عز ما بيكون فيه شد وجذب بحيس انه تحس انه التعصب يعني وصل للجميع دايما لما نادي الزمالك او اي نادي مصري مش بس في نادي الزمالك بيلعب باسم مصري في اي بطولة دايما بتمناله التوفيق وبتمناله النجاح ونتمنى انه دي تكون بداية لصفحة جديدة ان شاء الله بين الناديين طيب ده الخبر الاول اللي عجبني بصراحة